مش عم بقدر افهم احساسي شعم يعمل كل ما برر وقف عملاقي حالي مكمل مرحبا واضح معكم فرح الشرام عمري 28 سنة درس marketing management بواية الغناء اول شي انا صار لكزا سنة بنزل فيديوز لقلي انا عم غنة على موقع التواصل الاجتماعي اكتر فيديو حبو العالم وخليني اتشجع اني ابقى بهيضا دومان وكفة وفرجيون اكتر هو فيديو لست فيروز دار الدوري عالداير يا ست الدار ودار الدوري عالداير يا ست الدار حامل هالقصة وداير داير من دار كتير لقي التفاعل حلو من العالم وتشجع وحبو وخامة صوتي فيه وبهيدا اللون اكتر شي ماما اول شي صوتها هو الاساس فينا وهي اللي بتخلينا عطول مغنية ونفوت بهيدا المجال اكتر رفقا بمنع عنهن قيلة استوصوا خيرا بالنساء فقط خلقنا بيضافينا وزدهن الله حياة انا غيضا اختلا فرح بغني معا ونشاهرنا ثلاثتنا مع بعض بالزجر وانا ديمو كمان اختلا فرح ونغني ثلاثتنا مع بعض رموش عيوني كالكحلي زادتني جروح بهرب برجع بستحلي وان بدي روح حاجب عيني تحلي خليت الروح تتنقل مثل النحلي بين النسرين فرح عندها الموهبة من هي وطفلة من هي وصغيرة كتير وعندي بالبيت الحمد لله الأصوات كلها حلوة مدام بتغني أساساً أو بتدلل كما قلوه وفرح اتأثرت بهيدا الجاو وغنيت ووصلت للي وصلت لهدو فارت فينا الدار نحن أولاد صغار والهوى جمعنا وفرقنا الهوى أنا بدي وجه كلمتي للأحالي أو للأهل في العالم العربي لما بتلقي ابنك أو بنتك في عنده هواية معينة هادر يوصل فيها ما يفيد العالم أطلق له العناد فبكون انت سعيد فيه بيكون هو سعيد فيه حالو بتكون العالم كلها سعيد جديد ضروري جداً وهي نعمل عني لغتاً الله أعطى لغتاً حتى السروري يا عمي المشاعد تذِي أيها الأبي ما هذا